مدرجات جماهير الوداد سخونة وإثارة وحماس وواواوا وإحنا قاعدين في المدرج المخصص أنا ما كلمك أنا وتلاتة من زمالة أنا بقولك العذب بالزر تلاتة من زمالة الصعفيين قاعدين في المدرج وكل اللي حوالينا من جماهير الوداد لحد دايئك ولا حد زعالك ولا حد عمل لك أي حاجة كلها احترام وكلها معاملة عظيمة جدا بدأت المباراة بدأت المباراة وأنا حسيت أنه لسه لعبة النادي الأهلي في شوية ضغط والوداد كانوا يسيطر شوية بس دون خطورة كبيرة أو هجمات كثيرة على مرمى محمد الشام بس في ضغط على لعبة النادي الأهلي في الاستدامة والتسلمة والتحركات والبوزيشن متعلعبين وأماكنهم من فوقه كده كنت شايف أنه الدانيا مش متربطة كويس لسه ودخل الهدف ودخل الهدف يا خبر على منظر الأستاذ يخوف يرعب يرعب تمام نحن نتكلم في حوالي 40-50 ألف مشجع كانوا موجودين فالسود كان عالي جدا فيه بقى قوة جماهي الوداد في الناحية الشمال درجة الثالثة الشمال فيه بقى ناحية الثالثة يمين كان فيه مدرق كده من الأمن المغربي يمينا ويسارا متحاوط فيه جمهور النادي الأهلي حوالي ألفين واحد أنا بحكي لك أنا ليه حكيت لك بالتدرج ده جمهور الوداد صوته عالي جدا جدا الصفافين اللي كان بيصفرها ولعيبة النادي الأهلي ماسك الكورة تخرم الودان تخلي ودانك تصفر الناحية التانية ألفين واحد ألفين واحد يا مؤمن من جمهور النادي لأنني أقول لك ألفين بالكتير من جمهور النادي الأهلي صوتهم بيرن في الاستاد آه احنا ألفين واحد قدام أربعين ولا خمسين بس صوتنا مش هيسكت صوتنا هيرن هي تفات ومسندة للنادي الأهلي إليأت بعد الهدف إن الجمهور ببص على جمهور النادي الأهلي هيهدى بقى أو هينكسر أو هيحبط ولا الهوى تشجيع كبير ما توقفش وصوت عالي أنا سامع جمهور النادي الأهلي أنا حتى بقول لي زميلي هو صوتهم طلع إزاي صوتهم طلع دي صعبة جدا إن صوتهم يطلع وسط المجموعة دي اللي ما بتوقفش أبدا في التشجيع جميل وداد مفيش ديئة ديئة واحدة بس جمهور الوداد صوته سكت مفيش مش هتلاقيها لما يقول لك إيه تسعين ديئة تشجيع لا تسعين ديئة بلوقت الضايع تشجيع مفيش ورغم كده جمهور الاهلي كان عامل ملحمة عظيمة جدا ومحترمة جدا